ونمضي إلى خيرة الرأي العام ومنها نتابع زاوية رئيس تحريرها الأستاذ محمد عبدالقادر الموسومة بـ على كل والتي كتب فيها اليوم تحت عنوان جرح الكرامة هل تكفي الجنسية العراقية؟ في المقدمة قال محمد إن حالة تأذر وطني مشرفة انتظمت قطاعات الشعب السوداني كافة ويتندد بتعذيب المواطن السوداني موسى بشير بواسطة قوات الشرطة العراقية في مدينة الموصل قال إن موسى تعرض لأبشع أنواع التأذيب لكنه أبدى شكيمة لا تتأتى إلا لأولي العزم من الرجال وأضاف الذين حاولوا انتزاع استغاثة من موسى نسوا أنه سوداني ومضى محمد يثمن حالة الاستفاف التي حدثت خلف موسى وقال إنها تصلح مدخلا لترميم وحدتنا وتمتين لحمتنا السودانية وتعزيز قيمنا الوطنية التي أبطأت منها الخلافات والانقسامات ومضى محمد عبدالقادر يقول إن الخارجية السودانية تحركت بفائلية ثم كانت المتابعة السريعة من قبل بعثتنا الدبلوماسية في العراق وفي الختام أشاد محمد بسلوك وزير الداخلية العراقي لكنه قال مستدركا إنه لن يجعلنا نغلق ملف القضية وإننا بانتظار تقديم الجنات للمحاكمة وأضاف من تبادل اللكمات على وجه موسى الصبوح صفعوا كل الشعب السوداني ولن يطيب جرح الكرام إلا بمعاقبة الجنعة